المفاجأة أنني لم أتابع الوقت أبدا ولا لمرة واحدة وعندما كنت أشير إلى ساعتي كنت أفعلها بغرض التأثير على الحكم والوقت المحتسب بدل الضائع لماذا؟ لأن الحكم لا يعلمه ببساطة الأمر كله رأى هذه هي الرياضة الوحيدة التي يكون فيها الحكم هو المسؤول عن الوقت ما الذي يفعله؟ أنه يخمن التصريحات السابقة قبل الإنترو مجمعة من عدد من المقابلات بلاكنة سكوتلندية تقيلة جدا للسير أليكس فيركسون واللي بتكلم عنه طبعا هو الحركة الشهيرة بتاعته اللي كان بيعملها في الدقائق الأخيرة من أي مباراة كما نشاهد سريونتي بيبقى متعادل فيها أو متأخر في نتيجة والتي أطلقت أسطورة ما عرفة لاحقا بالفيرجي تايم عايز حلقة الوحدة الفيرجي تايم فما يقوله فيرجي تايم في المقابلة صحيح 100% الحكام يخمنون الوقت بدل الضائح أصلا في بدايات كرة القدم ومن الصعب تحديد متى بدأت كرة القدم تحديدا يعني لكن في 1581 مثلا ريتشارد مولكاستر القديس الإنجيلي والكاتب التربوي ومؤسس المعاجم الإنجليزية كتب أنه في الوقت ده في القرن السادس عشر كرة القدم كانت بتتلعب بدون حكام أصلي ثم بدأت بتلات محكمين من خارج الخطوط ثم مع الوقت تطور الأمر لما نعرفه الآن وأول ذكر للوقت المحتسب بدل الضائع كان بعد الكلام ده بتلات قرون كاملين في 1891 في مباراة بين أستون فيلا وستوك سيتي كانت نتيجة 1-0 لصالح أستون فيلا ثم قام حارس الفيلانز لا مش ده ده لسه دوره جاي في الحكاية المهم يعني حارس الفيلانز راح ماسك الكرة وشايتها برا الملعب مش برا الملعب برا الاستاد وقتها طبعا ما كانش فيها غير كرة واحدة بس لكل مباراة فقعدوا يومين يدوروا عليها وأستون فيلا كسر اللي هو المعادل التاريخي للكرة دي لو جت هنا تاني هقطعها فبدأت الناس تقول إيه العباد ده يعني هو دلوقتي أي حارس فليه كسبان وعايز يضيع وقت هيشط لنا الكرة برا الاستاد والناس بقى في المدرجات تفضل قاعدة مستنية لغاية ما يلاقوا الكرة عشان نكمل المورا فبعديها بست سنين ظهر قانون الوقت بدل الضائع عنده ست سنين يعني يا عباد المقتنعوا إن الموضوعهم محتاج قانون قبل هيدا القانون كانوا هم مشوطين 45 ديئة يخلصوا وخلاص اناش دعوا بقى إيه اللي حصل فيهم لعبت ما لعبتش لعبت قد إيه مش قصة نهاية لكن بعد 1897 بقى من حق الحكم إنه يقدر الوقت بدل الضائع الحمد لله بس خلاص كنت شوفك الحلقة الجاية من 1897 لحد عشرين تلاتة وعشرين كل التطور اللي حصل إن أسباب احتساب الوقت بدل الضائع زادت يعني بدل ما كان الوقت الضائع بيحتسب على التغييرات والإصابات في 1897 فزاد عليه تضيع الوقت المتعمد تناول المشروبات توقفات الفر بس القانون نفسه مازال زي ما هو يعني العديد من الدراسات السابقة قدرت وقت اللعب الفعلي في المباراة الوحدة بحوالي 55 دقيقة ده في المتوسط يعني ودي أول مفاجأة يعني أكتر من تلت المباراة ضائعة وفي عشرين واثنين وعشرين بقى حصل حدثين مهمين الأول هو إن وقت اللعب الفعلي في مباراة بريمير ليج وصل لأدنى معدلاته في آخر عشر سنين 54 دقيقة و 57 سنين من عشر سنين كان فيه دقيقة ونص زيادة في كل المباراة اضرب بقى دقيقة ونص دي في 380 مباراة طول الموسم تكتشف إنه ضاع من البريمير ليج حوالي 6 مباراة كاملة وتلت المباراة في عشر سنين دي المشكلة الأولى تغيير بطيء وتدريجي ما تلاحظوش هو بيحصل الحدث التاني اللي حصل بقى هو طبعا مونديال قطع وهو السبب الرئيس إن الموضوع ده موضوع الوقت بدل الضائع ما تروح للمناقشة دلوقتي يعني في 2018 عقب نهاية مونديال روسيا موقع 538 الشهير حلل 32 مباراة من مباريات مونديال روسيا واكتشف إنه لو مشي على قوانين الفيفا الوقت المحتسب بدل الضائع اللي هي مثلا 30 ثانية للتبديل دي أو نص الاحتفال بالهدف حاجات زي كده يعني لو كان مشي على هذه القوانين القصيرة المتخلفة البقي ده كان برضو هيبقى الوقت اللي حسبه حكام المونديال في المتوسط لكل مباراة أقل من نص الوقت المستحق فعليا خد بالك ده على قوانين الفيفا نفسها مش على المنطقي ورغم شهرة الموقع يعني 538 ورغم ضخامة الفرق بين الرقمين 7 دقايق و 14 دقيقة إلا إن الكلام ده عادي ما حركش أي حاجة متى تحركت الأمور بقى عندما شهد الناس اللوح الإلكترونية للوقت بدل الضائع ترفع في قطر وعليها أرقام زي 9 و 10 و 11 و 12 دقيقة واكتشفوا إنه كمان مع تقدم أدوار البطولة الأرقام دي كانت بتتراجع لأنه بعد الصدمة الأولى كتير من اللاعبين اكتشفوا إن تضيع الوقت المتعمد ده غير مفيد لأن اللي هنده يعود الوقتي هنرجع نلعبه تاني في الآخر وإحنا تعبنين ده كل ده حصل بمجرد بس ما ابتدنا نحسب الوقت بطريقة أفضل شوية يعني لسه مش مثالية ولا منطقية بس مجرد حسب نية أظهرنا نية مجرد نية لعدم التسامح مع إهضار الوقت يعني لسه ما فيش انذرات ولا حاجة دي مشكلة التانية بقى لما الإهمال والتسايب والتهاون بيستمر فترة طويلة كافية لتكوين نمط سلوكي جديد ومختل زي ان اللي عايبة تنزل الملعب بتعطي ضيع وقت بلا هدف الناس بتتخيل إن الحل مستحيل لأنه ده بقى العادي خلاص ما هو أصل مش معقول إنه هنفضل نعاني من المشكلة دي عقود ويبقى حلها بالتفاهة دي بل ده كمان أحيانا يعني حتى لو في عقوبات الفريق ممكن يتحايل عليها برضو ان كام سنة مثلا انتشر مقطع لسانداونز الجنوب أفريقي وكان تحت قيادة موسيماني وقتها بالمناسبة كانوا كاذبانين واحد صفر وبيضيعوا وقت في الآخر جالهم ركنية وتناوب ثلاث لعبين على تضيع الوقت بطريقة متعمدة لدرجة إن الثلاثة كلهم خدوا أنظرات كل واحد منهم ياخد أنظر وبين يجي واحد تاني يحط الكرة ويعمل نفسه وكأنه هينفز وفي الآخر رجع أول واحد خالص خدها ونفزها على طول ماكس روشدن الكاتب في الجارديان حاول يحسب الوقت اللي ضاع من الدقيقة 76 لغاية نهاية المباراة في فوز منشستر ونيتد على ليفر بول في مباراتهم في الدور الأول في الموسم الحالي فالدقيقة 76 مثلا ليساندرو ضيع 53 ثانية على شد عضلي وهمي لما بعدها بشوية صلاح سجل برونو فرناندش اتقمص ورفض يديلو الكورة ولما صلاح حاول ياخدها منه عشان يبتل اللعبة تانية فجأة برونو اتصف يعني دياه كمان بعدها بشوية فاران وقع هو كمان بشد عضلي وهمي أخر 45 ثانية تبديلات يونيتد تلاتة أخذوا كلهم دقيقة وهم طلعين بنتكلم على أربع دقيقة تقريبا راحوا في ربع ساعة بس تلت الوقت اللي كان مفروض يتلعب تقريبا مفيش حد اتعاقب والقصة مش مانشستان يونيتد ده بيحصل في كل المبارات يعني في الواقع بقى في 31 سنة بريمير ليج من 92 لحد النهاردة لم يحدث أبدا ان فيه لعب اترد بسبب اهداره الوقت يعني لا انزار تاني ولا طرد مباشر رغم انه الحقائق المجربة والمثبتة بالتكرار بتقول ان واحد اهدار الوقت يساعد على الفوز بالمبارات واثنين اكتر من 11% من الاهداف المسجلة تأتي في الوقت المحتسب بدل الضائع في 2019 احد الدراسات في دورية الاقتصاديات التجربية والسلوكية حللت مباريات موسم كامل من البريمير ليج وما اكتشفوه كان البديهي اللي انا وانت والبريمير ليج والفيفا وسير اليكس فريكسون وكل الناس عارفه اهدار الوقت مرتبط ارتباط وثيق بنتيجة المباراة وتوقيت الحدث نفسه يعني لو قسمنا المباراة لأربع أجزاء وقارننا تضيع الوقت بنتيجة المباراة هتكتشف انه قمة اهدار الوقت بتحصل في الربع الاخير والمباراة 1-0 الحالة الوحيدة اللي بتخلف النمط ده هي اهدار الوقت والنتيجة فرق 3 في اول ربع غالبا اللي بيهدر الوقت هنا هو الفريق الخسران عشان يكسر سرعة الايقاع ونمط الفريق كسبان والمشكلة بقى ان كل ده طبيعي جدا ومتوقع جدا يعني لو كان ثمن الانصيع للقانون اكبر بكتير من ثمن مخالفة القانون فطبيعي يبقى ده الوضع يعني لو التزمت بالقانون وما ضيعتش وقت غيرك هيضيع وبالتالي هتبقى انت الخسران لانه بساطة اللي بيضايع وقت ما بيتعاقبش السؤال الاول هنا بقى ليه اللي عيبة بتضايع وقت اصلي يعني غير الاسباب البديهية اللي انت اكيد عارفها زي انه الغش مفيد جدا على المستوى الشخصي وبيساعدك جدا انك تتقدم على غيرك اللي ما بيغشش او بيعادل الكفة لو كان كل نازغة الشاشين ولهذا السبب مقاومته صعبة جدا يعني مقاومة الغش لانه مفيد لكن كمان لانه الغش في كرة القدم وبهذه الطريقة تحديدا بيكتسب غرض جديد انت بتغشش في الدرة في الخفاء عشان تاخد حاجة مش بتاعتك انت بتغش امام مئات الملايين من العيون في مباراة سيتم تحليلها وتفندها من عشرات الاستوديوهات التحليلية ومئات التقارير الصحفية انه الغش بيفقد جزء مهم جدا واساسي من تكوينه الخجل الخوف من رد الفعل يتحول للعكس بالظبط فعل غرضه الزهو والتفاخر تبجح تذكير لكل اللي بيتفرجه واللعيبة اللي في الملعب من فرق الخصق ان انا كسبان وهذا المكسب يديني رفاهية ان انا انزل لملعب كرة قدم وامارس اي شيء غير كرة قدم يعني الغش هنا مش بس غرضه المكسب هو كمان محاولة متعمدة لاثارة الغيز وزي ما انت شايف طبعا هو ده النورم دلوقتي يعني خمس دقائق على السوشال ميديا بس هتعرف ان هو ده العادي وده يودينا للسؤال الثاني بقى اللي اللعيبة دي ما بتتعاقبش فرأيي الشخصي يعني في سبابين واحد غير منطقي وواحد منطق خلينا نبدأ بغير المنطق وهو الصراع التاريخي الازلي في كرة القدم ما بين العدالة والاثارة طول الوقت في ناس بتقول انه والله لو طبقنا هذا القانون كرة القدم هتكون اكتر عدالة وطول الوقت في ناس دانية بتقول والله كلام منطقي جدا بس في صراحة كرة القدم كده احنا امتع لانه العدالة بتبقى مملة في كتير من الاحيان الاثارة بتيجي من الدراما وما فيش دراما من غير ظلم يعني ماكس روشدن نفسه اللي كتب مقال الجاردين بعد ما قاعد يعدد وقائع اهضار الوقت المستفزة حول العالم قالك بس هي الكرة ايه غير الدراما يعني هنعد نحسابها بقى اصلا جزء من اثارة اللعبة انك ما تبقاش عارف المباراة خلاص امتى وانك تقعد تشتم الحكم الرابع لما يعلن الوقت بدل الضاية وتتخانق مع جماهير الخصوة انك تبقى عب تتفرج والكرة رايحة للمار كده ما تبقاش عارف الحكم هيكمل اللعبة والله هيصفر نفس الشيء وبلوتلي بيستلم وبيقع قبل ما يعمل الاساس وهكذا ليه بقى نبقى عارفين الوقت بالضبط احنا لو عملنا زي ما ناس كتير بتقترح يعني وخلينا المباراة على شوتين من نص ساعة ونوقف الساعة كل ما اللعب يقف هيبقى الموضوع مملة او ساب ستافرد بلور احد كتاب فور فور تو وتقريبا هو مدير تحرير تيفو فوتبول كمان كتب مقال في المساحة دي برد ولكنه برضو مقال بلا معنى يعني هو رفض اننا نحسب لوقت بالضبط طيب ماشي تمام ايه البديل مستعد قالك البديل انه الحكم يكون واقاعي في احتساب الثواني اللي ضاعه فالخلاصة يعني ان هذا الصراع حقيقي وموجود وعمره من عمر كرة القدم الاثارة والدراما ولا العدالة والقانون وهو صراع صعب حسمه لانه من ناحية المفروض انه منطقيا يعني هذه الفوضى والعشوائية في كرة القدم تطرد الاستثمارات من اللعبة اصلا يعني مين رجل الاعمال اللي عايز يحطه وقت وفلوس ومجهود في نادي او في فريق وبعدين لما يوصل للنهائي يلاقي نفسه بيلعب 45 دقيقة من اصلا 90 دقيقة عشان لعيبة الخصمة بتضيع وقت وعارفة يقينا انها مش هتتعقل نفس فكرة الغطس برضو يعني اقتصاديا ومنطقيا كل ده بيخلي منتج كرة القدم اقل جاذبية ان انا اشتغل 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 ويجي واحد بصغرة في القانون ياخد كل حاجة على فكرة ده السبب ان الدراسة اللي كلمنا عليها من شوية كانت منشورة في دورية الاقتصاديات السلوكية والتجربية انهم كانوا بيقيسوا مدى تأثير هذا النوع من الغش اللي هو تضيع الوقت على جاذبية منتج كرة القدم انه لو زاد عن حد معين الناس بيش تبعيز اتفرج اصلا المهم يعني انه المشكلة انه في نفس الوقت بقى الاثارة والدراما بتخلي نفس المنتج ده اكتر جاذبية للجمهور يمكن عشان كده مفيش مستثمرين كتير بيعمروا في اللعبة بي وارباحها الاساسية ايمة على الاعلانات لكن بالنسبة للمستثمرين فكم العشوائية والفاوضى بيخليهم مش قادرين يستغلوها اقصى استغلال ممكن ويحققوا الارباح بس في رأيي يعني اذا الصراع ما بين الاثارة والدراما والعدالة والقانون هو صراع مفتعل التخيل ان العدالة والقانون في لعبة زي كرة القدم هتقلل الاثارة والدراما او هتقضي عليها هو تخيل خاطئ الدليل من ساعة ما تم تطبيق تقنية الفور عدد حالات الغطس للحصول على ركلات جزئك تراجع بشكل غير مسبوك يعني هذه اللحظة لم يكن هناك لحظة اكتر درامية منها في مباراة كرة القدم الشرير اللي هيخدش يغتص ويخلص المباراة كلها بلقطة غير اخلاقية ورغم تراجع هذه الحالات مزيلت كرة القدم مليانة دراما حضرتك حسيت بحاجة الايام دي بتوحشك مثلا يعني بتبقى تتفرج مثلا على فريقك وكسبان واحد صفر في الدقايق الاخيرة وتقول لنفسك يا سلام بقى لو مهاجم الخسل ودخل دلوقتي اخد ضرب جزئك فتا الله قمة الاثارة ويشوف بقى فريقيا هيعرف ايه كسب تاني في الخمساشر الثانية اللي بقين دول ولا لا في الخمساشر الثانية اللي بقين دول ولا لا ايه دي الكرة ولا بلاش هل مثلا كان الموضوع هيبقى اكتر متعة لو مثلا واحد من الدوريات اللي خسرها الليفر بول على نقطة كان خسره على نقطة بس بضربة جزئك فتا هتبقى حلوة يعني الاثارة والدراما احنا دلوقتي عايشين في عالم ممكن في يورجين كلوب يخسر الدوري على فرق نقطة ويطلع بعدها بعد نهاية اخر المباراة يقول انه هزي النتيجة مستحقة وانه راضي وهيحاول تاني وفعلا حاول تاني واخد الدوري طيب كيف حدث هذا التغيير بقى انه حالات الغطس تراجعت وفي نفس الوقت ما هاتش حاسب حاجة بالغزب بالاجبار لانه لازم يبقى فيه جهة ما معنية بنظرة اكتر شمولية للعب نظرة اكتر موضوعية وهزي الجهة تفرد هذا التغيير فرضا بالعافية ان انت لو سبت الموضوع للمشجعين هيقول لك طيب ما احنا بقى نزل اللعيبة كل واحد بمطوة ونشوف بقى هيعمله ايه وكل واحد بشطرته بقى لانه كل واحد منها اقول للمشاجعين هبقى بفكر في نفسه وفريقه وبس ومتخيل انه لما تحصل الفوضى هو هيكون المستفيد القبى ما هي فوضى بقى ايه اللي يمنع والان المتطرفين دايما صوتهم اعلى طيب هذا الوضع بقى بينتج لنا ايه عشان نبقى صرحة ووقعين يعني فده للأسف بينتج مشجعين منافقين طول الموسم حلال ليهم حرم عليهم وبينتج ان تتلعب مباراة طرفها احد طرفها يعني هو كاردف سيتي وهذا الطرف يضيع 8 دقايق في رميات التماس بس وبينتج كمان مباريات زي أستون فيلا وبرينفورد المباراة كلها اتلع فيها 43 ديئة اقل من المتوسط اللي هو اقل رقم في اخر 10 سنين بربع ساعة تقريب وطبعا انتعرف السبب لدرجة ان كولينا طلع اتكلم على هذه المباراة حديدا من شهر يعني التاريخ سيذكر أستون فيلا لانه فريق انجليزي فاز بسبع القابل الدوري وزيهم لكاس الاتحاد وخمسة دوري رابطة وواحد درعي خيرية واربع بطولات دولية متنوعة من ضمنهم دوري ابطال وان حارسه كان سبب فيه انشاء قانون الوقت بدل الضايع في 1897 ثم تعديله في عشرين تلاتة وعشرين امليانو مارتينيز الحراء جدا الجرينتا جدا الزكي جدا اللي هو يعني ماينفعش نلعب كرة الا ونعمل الكلام عشان احنا روشين جدا نكتشف كرة القدم من اول وجديد طيب ليه ما عملناش تعديل ده من بدري بقى الحقيقة انا شخصيا لسه معرفش ايه هو التعديل الفيفا والإيفا بقالهم كذا سنة بيدرسوا الموضوع يعني بعد 2018 قرار ان هما هيدرسوا الموضوع وبعدين قالوا لا مش هنعمل حاجة بعدين رجع تاني الكلام على قوانين جديدة من ساعة منديال قطر بس في وجهة نظر منطقية بقى بتقول انه الموضوع مش هيكون بالبساطة دي وفاجأة مش كده كانت مفاجأة ليه انا شخصيا الحقيقة يعني انا زي زيك والله كنت تفكره بالبساطة دي عادي الاسباب بقى اللي هتخليه مش بالبساطة دي بتتدرك في اهميته اولا اتحاد اللاعبين المحترفين فيف برو اصدر بيان من شهر بيقول ان تعميم تجربة قطر في احتساب الوقت بدل الضائع هيخلي كل الدوريات وكأنها زادت بمعدل 3 مباريات اضافية في الموضوع طبعا ده حملة بدني زيادة على اللاعب مش قصة كبيرة يعني مش حوار كبير بس اهو ثانيا ودي الاععد بقى والاهم انه اصلا 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 وقت اللاعب الفعلي اللي هو 55 دقيقة في المتوسط ليس متساوي في كل المباراة الفرق قد ايه تقريبا لو بتتكلم بين فريقين في نفس الدوري فالفرق ممكن يوصل ل 10 دقيقة في المباراة الوحدة فريق بيلعب مثلا 61 دقيقة فعليا في كل مباراة وفريق تاني بيلعب 52 دقيقة ولو بنتكلم على اوروبا كلها بقى فالفرق كمان بين فريق والتاني فيه دوريات مختلفة ممكن يوصل ل 15 و 20 دقيقة كمان لانه اصلا 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 الامر مرتبط بالجودة وتحديدا جودة الاستحواز في انجلترا مثلا فيه علاقة ترضية واضحة بين جودة التمرير والاستحواز وبين عدد دقائق اللعب الفعالية في كل المباراة كل ما زادت جودة الفريق بالكرة كل ما ناوبات الاستحواز كانت اطول كل ما التوقفات بقت اقل ده معناه انه لو الفيفا قرر انه كل المباراة هتتلعب من شوتين وكل شوت نص ساعة والساعة هتفضل توقف كل ما اللعب يوقف عشان نلعب الساعة كاملة مهما حصل ففيه مباراة هتخلص قبل مباراة بعشر دقائق وبربع ساعة وممكن تلت ساعة وبالنسبة لشبكات البثة طبعا ده كابوس تنظيمي بس زي ما هي دي المشكلة هي برضو الحل ان هذا الاختلاف في وقت اللعب الفعلي ما بين فريق والتاني تم حسابه في الوضع الحالي الوضع الحالي اللي بيسمح لفرق معينة انه تضيع وقت زي ما هي عايزة لكن لما يكون الفريقين نازلين وعارفين انهم هيلعبوا الساعة هيلعبوها اللعب اللي بيهدر الوقت ده هيتحط في حجمه الطبيعي لانه ببساطة ساعتها مش هيكون بيضيع وقت الخصم او الفريق الخسراء هيكون بيضيع وقته هو كمان ووقت فرقته والجمهور والمشاهدين وفجأة سيصبح الامر منطقيا جدا وفجأة هتحس بمدى هبل اللي كان بيحصل قبل كده وانه ازاي في كل مباراة كان فيه فريق بيتظلم عادي في ستة سبع دقايق رغم ان انا وانت وكل الناس عارفين ان الجول بيجي في ثانية في الواقع ديفيد دين مدير ارسنال التنفيذي السابق قال حاجة زي كده قال يا جماعة انتو بتتعاملوا بالدقايق دي باستخفاف وبتضيعوا على الفرق دقايق والجول عشان ييجي محتاج عشر ثواني بالظبط بالاضافة بقى لانه اصلا من غير الوقت ومعضلة الوقت دي الموضوع شديد البلاهة يعني ناس رجالة بلغين بعضهم متجوز وربما عنده عيال بيتظاهروا بالاصابة وقاعدين يتلووا على الارض او يعني كأنه فجأة نسي ازاي رمية التماس بتتلعب فقدوا الزاكرة بيجذبوا ويمثلوا تمثيل شديد الرداءة عشان بس يغيزوا خصومهم لما يفلتوا من العقاب حاجة يعني تقري في الصراحة كاميرون كارتر محرر الجارديون وصف تضيع الوقت الحالي اللي بيحصل مثلا في مباريات البريمير ليج لما يكون فريق كسبان وعايز يكسر حماس الخصم او يبطأ يقاع المباراة وصفه بتشبيه جميل اوي قالك ده عام زي ما يكون بتناقش مع حد على فيسبوك مثلا وبعدين في وسلم ناشا تقول له حجة محكمة ومنطقية فلما ما يعرفش يرد عليك يقوم يحط لك ايموجي الدحك اللي بيعايب شوفك الحلقة الجاية السلام عليكم